إني بحبالك معتصم يا رب لأحظى بعطائك لنعيم الخلد فلا يبلى والفوز الأعظم برضائك فالعمل الصالح مطرون بالرحمة يوصل لجنانك تلك الجنة فيها ما لم تره الأعين من عمائي تلك الجنة بسم الله الرحمن الرحيم أبضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة الأكارم نمضي وإياكم في الحديث عن برنامج تلك الجنة هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك نتحدث عن الجنة ونعيمها وأسباب الوصول إليها أحدثكم اليوم عن نعيم من نعيم أهل الجنة اللي هو السماع الطيب السماع المبارك هلا نحن بحياتنا الدنيا قال لك جاني تليفون أزعجني أقلقني يعني بالعامي هزل بدني بعد ما سمعت تليفون أو سمعت رسالة يوم القيامة لا تسمع إلا خيرا هكذا قال ربنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما السلام هو الخير والبركة والمحبة والتحايا والشيء الذي يسر القلب قال الله عز وجل لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لا لغوا ولا شيئا يقلقك أو يثير حفيظتك لأن التحية يوم القيامة إنما هي من عند ملائكة الله عز وجل ملك رايح وملك جايد لا ندري إذا كان يأتي سيدنا جبريل وتأتي تلك الملائكة التي خلقها الله عز وجل يلقون عليك السلام نحن بالدنيا أيها الإخوة الكرام إذا نمر من مكان مثلا واحد ما منسلم عليه لسوئه أو هو لا يسلم علينا نزداد أرق نزداد جفوة لمن حولنا أما إذا واحد رايح هو جاي هو رايح يعني ليش الإنسان لما بيروح الغربة بالدايا لأنه ما في من يسلم عليك في تلك البلاد هون الإنسان هو رايح من الجامع راجع على بيته بيسلم عليه فلان وأبو فلان وأبو فلان يوم القيامة التحية من عند ملائكة الله عز وجل إنما هي السلام لكن أعظم تحية وأعظم خطاب يسمعه الإنسان في الجنة إنما هو سلام من رب العالم تصور أنه اللي بدي يسلم عليك الله في عندي دليل من كتاب الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم هل تصور أنه أنت مثلا يسلم عليك وزير أو رئيس وزارة أو ملك من الملوك شو بيصير فيك تعيش بذاك السلام نشوة يوم والله يمكن تعيش يومين أو ثلاثة أيام يعني عقلك ما عم يتحمل كيف إذا كان رب العالمين هو الذي يلقي التحية ما أجمل الجنة ونعيمها ولكن ما أعظم عطاء الله في الجنة سلام قولا من رب رحيم قال بواب الإمام البخاري بعد أحاديث قال باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة لذلك أعظم من الجنة هو رؤية الله في الجنة وهنا عم نسمع عن سلام الله عز وجل في الجنة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة في ناس يمكن يأتي إليهم سلام الله عز وجل في الصباح وفي المساء في ناس كل أسبوع تأتيهم تلك العطايا كل إنسان حسب مكانته في الجنة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة وأن الله محاكي يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هل الآية؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني لو إنه إجا إنسان مثلا معلم صحية اشتغلك كذا قلت له قديش بدك؟ قال لك مثل ما بدك أنت مسكت وعطيته عشرة آلاف بتقول له رضيت قال لك يعني كتر خيرا بتسأله رضيت بتقوم بتزيدهم ألفين بتقول له رضيت يعني بدي أياك نتكون مبسوط قال لك كتر خيرا تمسك أنت فوق منهم ألفين تانيان تسأله رضيت كان يبقى لك كتر خيرا أنت الكريم ونحن المستاهلين تقوم تكمله إياهم للعشرين ألف بقى لك ربي يعوض عليك هل هل هو رضي؟ أول شيء ما كان كامل الرضا ولسوف يعطيك ربك فترضى و الله عز وجل رب العالمين يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول هل أعطكم أفضل من ذلك؟ أفضل من الحور العين وأفضل من الجنة وأفضل من القصور وأفضل من الثياب وأفضل من كل ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا إنه الله رضي عنكم لذلك أنا هيك هذي نصيحة بلول للأولاد الله يرضى عليكم هيك اشملوهم كلهم مو بس لفلان للكبير أو لصغير الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم على أخواتك كلمة الرضى يعني أنا يعني لذلك هل الواحد إنت عم يطلب الرضى صفيان لما بيشوف أمه على فراش الموت وكورونا وهالأصص هاي إلا سامحيني يا أمي بتقول له الله يرضى عليك بدي هي هي بأبها حل بنشاطها يعني بأوجها أن ترضى عليك وعلى وعلى إخوتك أيضا أيها الإخوة الكرام الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من كل باب باب أهل الريان وباب أهل الذكر وباب أهل الصدقة وباب أهل قيام الليل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقبة الدار الملائكة تحايا هلالما الواحد بيكون قاعد بفندق وهالفندق إيكي من يعني الطراز الرفيع الأربع نجوم والخمس نجوم كل خمس داعي بيقولوا أنه عاوزين شي بدكون شي شوفوا التحية هي تحية تحية تبجيل واحترام وإكرام للإنسان فما بالك بالجنة إذا كان ذلك يعني إنما إنما هو من ملائكة الله عز وجل وذكر الله ذلك بشكل أوسع ويلقون فيها تحية تحية وسلامة حيث نشاء فنعمة أجروا العاملين قال ينادي منادي يوم القيامة لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا حينداء لأهل الجنة هون ما في مرض خلا نحن خافنا المرض كل واحد ببيته عنده كيس هل أدو كيس مو كيس أكثر من كيس هاد لوجع الرأس وهاد لوجع الظهر وهاد للالتهاب الصبر خاصة في الشتاء إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا بالجنة ما في مرض لوحد أخذ حبي بنص الليل وحبي قبل الطعام وحبي بعد الطعام وهي وجعت له معدته وهي صاوت له قرحة هذا كله ما له موجود في الجنة في الجنة نعيم وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ما حيموت ويكتبوا صيته ويدور على قبر ويمكن تصير معه هالأصرص اللي عم تصير مع أهل الدنيا وكورونا ونقص أكسجي كل هذا غير موجود عطاء من الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ليش جاءت بلفظ الحيوان هي صيغة مبالغة من الحياة أيضا قال وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا دائما نعيم ما لهم عكر بشان ابنه ابنه ما عم يسمع الكلمة جتهم كني عكرت عليهم الحياة يعني الشغل المدري شو صار معه صار حريء لا سمح الله كذا أما نعيم كل خبر أحلى من التاني شو؟ هاي الدنيا اللي عايشينا وصفها الله عز وجل بأنها كبد شو يعني كبد؟ كبد يعني امتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أما يوم القيامة فنعيم ما بعده نعيم وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا يعني حياة كل شباب قال الواحد بيصير عمره سبعين سنة بتصور على شفت صورة إنسان متسطح على يعني فراش الموت إنسان عمره شيء ثمانين سنة بوصالة التواصل الاجتماعي بعتولي إياها فله صورة عندما كان قائدا عسكريا كبيرا حاطت النياشين النياشين هون هيكل والرتب العسكرية ويشير إنه هذا الذي فوق هو أنا كبير الإنسان شفت كمان صورة أخرى كمان إنسان كبير جالس ولكن هرم إنه صار عمره فوق ثمانين وحاطت صورة فوق منه لما كان بطل العالم في رفع الأثقال هاد موت الهاد هالهرم الإنسان الهرم هرم كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الهرم بكبار وبيصير معه أمراض وأسقام وبترجه في إيديه ولا يستطيع إلى الوقوف إلى الصلاة المؤمن ثلاثة أيام ثلاثة أيام بتركه الدنيا هاي بتجي هكي ساعة الاحتضار ثلاثة أيام ما بتعذب يا ربي حسن الختام يا ربي الوفاة على الإيمان في ناس صلوا سنتين على فراش المرض تركوا أولاده معت حسنه على مصروفه أنا أوجه يعني نصيحة للأبناء لا تتركوا آباءكم وأمهاتكم في يعني نهاية حياتهم توجوها بالبر والإحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما خليك قاعد قاعد معنوا بخدمتهم يوم القيامة خلاص ماعد فيه هرام هندور إنه والله هنروح عليش على مأوى العجزة وبدون ياخدوك وبدري إيش لا 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 ضل بنفس التألق بنفس الهي ما أجمل الجنة وما أجمل نعيمها ثم ينادى أهل الجنة من قبل ملائكة السماء بأمر الله ونودوا أن تلكم الجنة أورثموها صارت لكم بما كنتم تعملون اسمعوا يا أخواني الكرام مو بما كنتم تنامون نايمين عن صلاة الصباح بما كنتم تلعبون الشباب دون يتفرجوا على المباريات معلش يتفرجوا على المباريات لكن حق الله هذا لازم تكون وقت صلاة الترويح بالمسجد هلا نحن برمضان إذا ما صلينا الترويح إين تبن نصلي إين تبن نصلي قيام الليل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون اليوم تحدثنا عن عن شيء عظيم في الجنة أنه الإنسان بالجنة ما ما يأتي ما يكدره إنها نعيم مقيم إنها عطاء عظيم اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم الفردوس بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني بحبالك معتصم يا رب لأحظى بعطائك لنعيم الخلد فلا يبلى والفوز الأعظم برضائك فلعمل الصالح مطرون بالرحمة يوصل لجناني تلك الجنة فيها ما لم تره الأعين من عمائي تلك الجنة